أهلاً وسهلاً بيكو. حبّة في الفيديو القصير ده أن أنا أشرح مفهوم مهمة أوي في مجال الإعاقة. هو مفهوم لغة الإنسان أولاً. معنى المفهوم ده هتلاقوه في كل صفحاتنا وفي كل المقالات اللي احنا بننشرها سواء على البلوج أو الموقع أو صفحات التواصل الاجتماعي. فلما نيجي نشير لشخص من ذوي الإعاقة تحديداً من ذوي متلازمة down هنستخدم اللفظ التالي. الطفل من ذوي متلازمة down. لو هو حد كبير هيبقى اسمه الشخص من ذوي متلازمة down. وناس ممكن تتسائل وتقول طب ما في حاجات أسحل يعني وأقصر ليه المصطلح الطويل قوي ده. لكن خلونا نتفق أن احنا لما بنغير الألفاظ أفكارنا وطريقة تفكيرنا بتتغير سلوكنا وأفعلنا بالتالي كمان هتتغير نحية الأشخاص من ذوي الإعاقة عموماً. فمن فترة طويلة قوي كان فيه ألفاظ غير محببة ألفاظ قاسية جداً بتستخدم حتى في المجال الطبي لوصف الأشخاص من ذوي الإعاقة. للأسف إحنا لسه نسمع الألفاظ دي من أهالي من أطباء من أشخاص عاديين ما نهمش حتى يعني حد قريب منهم. لكن المؤلم أنها تصدر من شخص طبيب أو أب أو أم لشخص عنده إعاقة. بعد شوية بدأنا نتكلم عن الحقوق بتاعة ذوي الإعاقة وبدأنا نغير المصطلحات دي ونقول أن المصطلح المقبول هو ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن بعد شوية كمان وأجدد حاجة وصلنا لها في مجال الحقوق ذوي الإعاقة أنه اللفظ المحبب لذوي الإعاقة هو الشخص من ذوي الإعاقة أو الشخص من ذوي الداون. أو الشخص اللي بيستخدم كرسي متحرك مثلا. فإحنا بنقدم الإنسان الأول وبنفصل ما بينه وما بين الإعاقة اللي عنده. فالإعاقة دي جزء منه لكن هي مش الإنسان كله. وده كان اختيار الأشخاص من ذوي الإعاقة. مش اختيار الناس الآخرين اللي هم ليسوا من ذوي الإعاقة. فدي أهمية المصطلح. دي أهمية الجملة دي. محتاجين نغير. نبدأ بتغيير ألفظنا علشان أفكارنا وطريقة تعاملنا مع ذوي الإعاقة تتغير. وبإذن الله تكون حياتهم أفضل لما إحنا كمان نتغير. هم محتاجين يشتغلوا شغل كتير وأهليهم بيشتغلوا شغل كتير. وهما بيبذلوا مجهود عشان يوصلوا لحاجات. إحنا الشخص العادي اللي ما عندوش نفس الإعاقة أو نفس التحديات. ممكن يكون بيأخدها بشكل بسيط جداً إنه إيه يعني؟ يعني بمشي وبتكلم وباكل. لكن الشخص من ذوي الإعاقة بيتعب قوي عشان يوصل للحاجات دي. إحنا كمان محتاجين نتعب شوية ونغير ألفظنا عشان حياتهم تكون أسهل. شكراً جزيلاً لكم وياريت تسيبوا تعليقاتكم تحت الفيديو. شكراً.